العالم كله لم يتوقعون أنه موجود أحد القادة من الداعش أو موجودين قادة أكثر من 2 إلى 3 موجودين في سعودية قادة من الداعش وتابعين للجبهة النصرة والداعش الموجودين في السعودية ويأيدون قتل الأطفال والنساء والأكراد والشيوخ وإبادة الشعب الكردي هؤلاء القادة الداعشين الموجودين في السعودية بالرياض يتكلمون عن شاشة الحدث هؤلاء الداعشين القادة للداعش هم يمولون من طريق تركيا ومن طريق على الطريق السعودية إلى داخل المصر يساعدون الإرهابيين الإخوانيين إلى داخل المصر هذا أحد من القادة وموجودين أخرى في السعودية الآن يعيشون في الرياض وسعودية يغطي عليهم ويصرف عليهم ويساعدهم بالمال حتى يعبرون داخل أراضي المصرية ويقومون بقتل الناس الأبرياء في سوريا وفي العراق وفي كل مكان في العالم وهذا واحد من القادة الداعشية الموجودة الآن بالسعودية وللأسف الناس كلها مقضعة بالسعودية لأنه يحارب الداعش وطلع هو لمول القادة من الداعش في داخل الرياض هذا عيب وعار للسعودية والملك السعودي والشعب السعودي والأمراء السعوديين الموجودين قادة من التنظيم الداعش بالسعودية طبعا عند جبت النصرة والقادة للداعشيين الموجودين الآن بالرياضة يتكلمون على الحدث هذا اليوم يوم 13 يتكلم به هذا القائد الارهابي للجبت النصرة والداعش موجودة بالرياضة بالسعودية تفضلوا اسمعوها هذا القائد يمكن تتابعوها تلقوها كل مكانات اللي نشط بالإخبار الحدث هذا الارهابي اللي موجود الآن بالسعودية ليعيد قتل الناس وقتل الجيش التركي وقتل الارهابيين لتابعين لتركيا ويعتبر نفسه هو مواطن سوري وهو ارهابي وقتل بالملايين السوريين وهو شرد ملايين السوريين ودمر حياة الآلاف الناس وقتل بالمئات بالآلاف بالملايين من السوريين هذا حد القادة للداعش والجبهة النصرة تسمعوها الآن دا يتكلم من داخل السعودية ومعاه أكثر من ثلاثة أربعة قادة أخرى ليموجودين الآن بالسعودية هم يساعدون الكل الارهابيين لموجودين أخوان المسلمين في تركيا ليهربوا إلى داخل مصر عن طريق السعودية يا العالم اسمعون وعرفون هذه المآمرة السعودية التركية على الشعب السوري وعلى العالم وحتى على دول أوروبية وعلى الدنيا كلها